اشتركوا في القناة اذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاخبية فقال ما هذا فاخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال